الحلقة طب ليه خدنا لها هذا العنوان الشامل اللي حيضم كل محتوىات الحلقة في اطاره لان ربما نقول كلامه نرجع في هذا المعنى الظالم والمظلوم والمظلومية لان الحقيقة فجئت انا خلال الاسبوع الماضي مع كل نتيجة تتحقق وكل تعليق يخرج من نادي الاهلي على نوع من الغضب او عدم الارتياح عندما يتحدث النادي الاهلي عن حقه في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص او العدالة سواء كانت تحكمية او ادارية او ما شابه هذا الكلام وهو مسألة عندما تأتي من الغير كنهج على مدى السنوات الثلاثة والاربعة الماضية بشكل يكاد يكون يومي لا يعلق احد لا يعلق احد على مسألة الكلام عن المظلومية المستمر ليلة النهار في كل تصرف اذا لعبوا يبقى في مظلومية الضغط اذا ارتاحوا يبقى في مظلومية الراحة ان ايه الوقت ده كله اللي حنعوده ده واذا ضغطها النادي الاهلي يصمت الجميع واذا منح بعض الوقت بناء على طلبه بتضحية يعني الناس اللي عمالة تتكلم النهاردة على هو الاهلي ومسيماني وجهاز الكرة ولجنة التخطيط وادارة الاهلي اقطعت لما وفقت ان تلعب بعض المباريات المؤجلة وعدادة كبير مش تغير خلال فترة الدورة الالومبية بدون لعيبة مهمة جدا 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 سواء في السن اللي عمالة او في اللعبة زي واحد زي الشناوي مؤسر جدا ولعب مهم جدا طيب هو احنا كنا وقتها عشان نرجع بالذاكرة ايه اللي رمك على المر الامر منه كنا مضغطين جدا كان عندناك اتحدي افريقي ورغبة لو كنت قلت لأي واحد تاخد المخاطرة فين انك تلعب مضغوط قبل المباريات الحاسمة في افريقيا ولا تاخد هذه المخاطرة في الدوري المحلي وتلعب بدون اللعيبة الدوليين كل الناس بلا استثناء كانت بتقول لا طبعا التركيز على افريقيا دلوقتي وبعدين يحلال حلال ولكن عندما يحدث وتنجح هذه السياسة فانتهيئ لك فرص الفوز بالبطولة الافريقية ننسى بقى ان احنا كنا بنتكلم فيه وننسى ان احنا حققنا انجاز عالمي بكل المقيس يتحدث عنه العالم زي ما هنشوف دلوقتي ونبتدي نتكلم هو احنا ازاي نوافق نلعب خلال الدورة الالومبية نوافق لاعتبارين مهمين جدا اول اعتبار ان احنا قررنا ان يكون المخاطرة في الدوري والتركيز اولا على افريقيا ثانيا انك ما تقدرش ترفض طلب منتخب مصر حتى لو انت عايز مين اللي يقدر يقول للمصر لأ محتاجين الشناو تفضلوا على حسابنا ايوة بس احنا كنا من الحصافة ان احنا ناخد المخاطرة في هذه الفطرة على حساب ان احنا نريع الفريق قبل البطولات الافريقية فانت موافق على اساس ان حيروح يلعبوا خلال المجموعة دي يعني خلال ترتيب المجموعات اذا تأهل المتخب المصري هناك اتفاق ان اللعيب او اللعيبة المهمة ترجع للصفوف نديه تخوض ما تبقى من غمار المنافسات المحلية لانه حيبقى تحقق هدف كبير جدا من اهداف المشاركة لفريق كرة القدم الذي نتمنى له ان تكون هذه التضحيات تسوى ما يتحقق من نتائج باذن الله وان نتأهل من خلال الفوز على السيراليا ونتمنى اسبانيا تفوز على الارجنتين عشان يبقى حظوظنا موجودة في التأهل للدور المتقدم انا بس حبيت افكر الناس لان الناس لما يعني انت قابل المباراة تقولي اي حاجة ولا طبعا افريقيا وعندما اتحقق افريقيا تنسى ان دي كان احد الاحلام اللي كنا بننظر اليها انه ايه ده هل معقولة حنكسب التسع والعشر واربعت هل معقولة حنلعب في اقل من عشر شهور يا ناس يلي بتتكلموا على ضغط المباراة والانتقال بين الملف الافريقي والمحلي بهذه الصعوبة وكأس العالم للاندية في خلال العشر شهور دول احنا لعبنا هذه الملفات حد مصد هذا كلام وكسبنا بتلطين افريقيتين وبطول السوبر وتالت عالم في الاندية هذا ما حققته سياسة النادي الال وانه يتحدث لا يتحدث للذين يهونون من كل انتصار للاهلي وكل بطولة يفوز بها الاهلي فدائما البطولة التي يفوز بها الاهلي من وجهة نظرهم هي الاضعف والتي ليس لها قيمة ولكن ان يفوز باي بطولة من البطولات الاخرى او البطولات اللي هو قال عليها قبل كده ملاش قيمة تصبح هي الاهم لكن ده مش شأننا احنا شأننا ان احنا نسطر الامجاد نحفر اسم النادي الال في التاريخ ان اللي يتقال النادي الال تكسب عشر مرات راح بطولة كاس العالم الاندية سبع مرات لعب كذا فينال 13 فينال او 14 فينال 14 بطولة ب13 فينال كسب منهم عشر مرات عشر من 14 وصل النهائي في 13 فاحنا احنا بنتكلم علي ايه احنا بكلم علي نادي بيعمل الكلام ده مش محتاجين حد يقول لنا ايه المهم وايه غير المهم غير بعض جزء من جمهورنا اللي بكلمه وبقوله انت ازاي بتقع في هذا الفاخر انت ازاي مش قادر تفرح وتذهب في رقتك وعمال تكلمني مين اللي عمل ومين اللي سوا ومين اللي اثر 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 ايه نسبة النجاح حتى الان ماء بالماء خمس او ست بطولات خلال سنة وينتظرنا بطول السوفر مصري ربنا وفقنا فيها باذن الله وبينتظرنا دوري وبينتظرنا كاس طيب كل ده لما نخوده ويحصل بعض العثارات جزء منها مفهوم جدنا خلي بالك يا جماعة اخطر لحظة لما ترجع من ملف اقليمي او دولي على الملف المحلي وارجع اقول لكم تاني احنا لما خدنا تالت العالم في اليابان كان اول مباراة في الدوري خسرناها 3-0 كانت على ملعبنا ليه انت انت اخسرناها قدام الاسماعيلي محدش قابل هذا لكن اللي بيحصل لك ايه لازم تفهم ايه اللي بيحصل عشان نعرف هو احنا بنتعامل مع بشر ولا ما كان انت راجع من بطولة افريقيا من كم يوم بعد اربع او خمس ايام اربع او خمس ايام بتلعب المؤجلات بتاعتك كل 3 ايام مباراة او 3 يوم مباراة طيب انت بيحصل لك ايه وانت كذبان في افريقيا انت راجع من البطولة الافريقية الافريقية بتقابل دي بعض لخطات من ماتش الانتاج يعني حاسبكوا تستمتعوا بيها وضربات الجزاء وحنتكلم على الكلام ده كله يعني انا بس عايزكم تركزوا معايا في اللي بقولوا دلوقتي احنا راجعين من افريقيا كل الناس بتتكلم مع اللعيبة على هذا الانجاز وهذا حق للاعلام وحق للناس وحق للعيبة نديلهم 48 ساعة جماعة يشعروا بشيء وشئنا او ابينا لا يمكن تقول لحد انت ما ت يعني ركز 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 ايوه عملوا هذا الكلام بنسبة 85 او 90% دي نسبة نجاح عالية جدا نسبة نجاح عالية جدا بالمناسبة مثلا انت مارجعت جون الشحات ده لازم تتذكروا ان احنا في الوقت المحتسب بدل من الضايع جاءت هذه الفرصة بالزبط بس كانت لحمد فتح كابتن حسين كان يشكو من جزع في الرباط الحمد لله انه ركز وقدر يرجع في التوقيت المناسب لو جاءت دي وكابتن حسين الشحات لاني ده مكانه ده مكانه ده مش مكانة كابتن حمدي ده مكانه وده الجون اللي هو بيحققه بشكل متتالي هنا المهارة للمكان وللشخص في الحتة دي لما تجيله كرة دي مكانش موجود فاكتهد حمدي ولكن ما قدرش يتعامل بالطريقة دي بالزبط وبالسلوب اللي بتعامل بكابتن حسين الشحات وبالمناسبة هذه القصوة التي نتعامل بها مع نجومنا قصوة المحبة قصوة التوقعات العالية والثقة العالية اللي بنحطها في لعبتنا متفاهمة جدا متفاهم جدا انا واحد من اللي بيزعله قوي قوي ساعة هزيمة او عدم تحقيق الاهداف جدا وبنام متنكد ومتداي وكل حاجة لكن لا اتصرف وانا غطبا لازم احل الامور عندما يصفو الذهن لنا عودة وهنقولكو بعض الامور هنتكلم فيها في بعض الفيديوهات اشتركوا في القناة